هذه الوقت معي مسؤول الأعمال الإنشائية في ملعب هذا الملعب العظيم جداً يعرفنا بنفسه يقول لنا كمان طبيعة عمله في هذا الإنجاز العظيم مش أخد بالك أنا بحاول بس إيه أخطف شوية أبطال من اللي عملوا الإنجاز العظيم ده مش كل الأبطال الأبطال كتير قوي اللي شاركوا في الإنجاز العظيم ده كتير قوي ده واحد منهم يا فندم مشرفوا أهلاً وسهلاً أخبر حاكي تمامي الحمد لله إذن أنك تعرفنا بنفسه بولا فايز ديمتري مدير التنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بهذا الصرح العظيم شركة أوراسكم للإنشاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ هذا الصرح اللي احنا كلنا موجودين دلوقت وبنفخر أن احنا كنا جزء منه الأستاذ بنفخر أن احنا جزء منه لأنه هو تنفذ بأيادي مصرية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية الأستاذ مطابق لمواصفات القياسية للفيفا واللجنة الأولمبية الأستاذ زي ما سابقنا قبل كده وقلنا أنه هو يتنفذ على مساحة 128 ألف متر مسطح أو الأستاذ مغطى في مصر وهو يعتبر يتسع إلى 91 ألف متفرج أنا كنت مسؤول في الأستاذ عن الأعمال الإنشائية في الأستاذ ولو قلنا الأعمال الإنشائية في الأستاذ فهي المنشأ بيتكون من ثلاث عناصر إنشائية أساسية هو الهيكل الخرصاني ما يحمله بقى من أواعد عمدان قمر تم صبها في الموقع وده كله تنفذ على حوالي 1850 خزوء فيه القمر والخرصانات سابقاً أنا عايزك وأنت بتشرح لي عايشني حجم أنت الآن بتقولها أنا عارف والله وأنت بتحكي كده بتقول ده العادي بتاعنا يعني وإحنا عملنا حاجة يعني هو مش العادي هو كان جاي بصعوبة جداً وجاي بمبهور كبير جداً أنا عارف وأنا بدأ بدأ بدش قبل كده قبل الهوى يعني إنه فيه صعوبة يعني موضوع كبير مش الموضوع بكتب سهولة المجهة نفسها كانت فيها طبيعة جيولوجية صعبة طبيعة العوامل الجوية كانت صعبة نحنا نعمل المساحة دي كلها كان موضوع صعب وكان موضوع تحدي يعني ما كانش موضوع سهل إنه هو يتم تنفيذه لكن إحنا بنحاول نختصر الموضوع على قد ما نقدر إنه هو الحمد لله ربنا طبعاً توفيع ربنا في كل شيء طبعاً إن إحنا وصلنا إن إحنا وقفين مع بعض دلوقتي في هذا الصرح الجميل يعني كنانا بنفخر طبعاً كنت عايزة كان نلحظتك إن العنصر الثاني الإنشائي للإستياد هو الخرصانات صبئات الصب والإجهات ودي عبارة عن خرصانات بتتصب خارج الموقع ونيجي بنركبها هنا بالأوناش ودي بنستخدمها في المدرجات في الهولو كور اللي هو البلاطات المفرغة وإحنا عملنا كده عشنا عندنا حوالي 150 ألف متر مكعب خرصانة صبه فعشان نضغط الجدول الزمني ونتصرع التنفيذ كنا لازم نضطر نعمل الأنظمة الحديثة في التنفيذ دي وفي عندنا الهيكل المعدني زي ما حدك شايفو اللي هو فيه عندنا 32 سالي اللي هو اللي بره ده ده حوالين الإستاد ارتفاع الواحد 75 متر هو اللي شايل السقف اللي بيتكون من ترصات وأرشاط ده عن طريق عملية شد كابلات دقيقة بغاية الدقة ببتبقى لمواصفات عالمية قوية جدا الحمد لله قادرنا نحن نوصم لحد كيف يشرح لي وانا داخل بصبع ما كنتش أي حاجة ما كديبش عليك يعني بس لو انت اسمعت مني حاجة في امتى والآن كان بيلك 15 ثانية هنا و15 ثانية هنا وده بيسنين هنا ايه مش هكي هو موضوع حكي لي قصة كبيرة كده ما فيمتش منها حاجة موضوع السقف ده كان في ليه علاقة بحاجة اسمه إفنت كبير كان اسمه البيج ليفتنج إنه هو إحنا الساري ده فيه شد كابلات بيرفع السقف وشايل على حاجة ورا أواعد معينة اسمه الباكستيل كل ده ماسك بعضه هو الموضوع كله سيستم كان أول مرة يتنفس في مصر فكنا بنحاول على قد نظر والحمد لله قدرنا ان احنا نعمله عظيم جدا انا حقيا بشكرك شكرا جزيلا شرفت بيك جدا شرفت بيك جدا وفشكرك من قلبي وفرحان بامتسامتك ده وامتسامت كل العاملين في الإستاذ انا داخل الإستاذ اصلا اجماعة هم حدش تعبان هو بيشتغل يعني محدش من الدمحاش مقاريف مثلا الناس فرحانة بعد التعب وبعد اللي احنا شوفنا ده كله كل التعب بيروح حيث بكده حيث انتم فرحانين وفخورين بنفسكم واحنا فخورين بكم جدا شكرا جزيلا